قضية إدانة دبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي لم تنتهي عند قرار المحكمة البلجيكية بسجنه ورفاقه إذ لا تزال أصداؤها تتوسع اتساعا سلبيا على النظام الإيراني هذه المرة من الولايات المتحدة وتحديدا من داخل مجلس النواب لتكون واشنطن بذلك المحطة التالية لإدانة إرهاب إيران بعباءته الدبلوماسية 122 نائبا أميركيا وقعوا على قرار طالبوا فيه إدارة جو بايدن بضرورة التحرك ضد إيران وإرهاب الدولة الذي تمارسه في إشارة إلى إدانة مخطط أسد الإرهابي لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في باريس النواب الأميركيون دعوا إلى ضرورة أن تمد بلادهم يد العونين للدول الأوروبية لمواجهة ما أسموها بأفعال إيران الشريرة واشددوا على ضرورة قطع الطريق على طهران في استغلالها للحصانة الدبلوماسية لنشر إرهابها في العالم القرار الذي نشره النائب توم ماكلينتوك أشار أيضا إلى وجوب دعم مطالب الشعب الإيراني في إقامة نظام جمهوري ديمقراطي علماني غير نووي كما دعا إلى التحقيق في قمع احتجاجات الشعب الإيراني في نوفمبر عام 2019 وإعدام المعارضين إضافة لقضية إسقاط الطائرة الأوكرانية عقب مقتل قاسم سليماني خطاب النواب الذي يبدو وكأنه ضغط على إدارة بلادهم الجديدة يدعو إلى تجديد الموقف ضد طهران في إشارة إلى أنه يجب استخدام سياسة الضغط والصرامة بدون ليونة مع النظام الإيراني في سعي لإيقاف ممارساته الممتدة من الداخل إلى المنطقة المجاورة وصولا للقارة العجوز فاروج حسين العربية